لان احيانا بيبقى الاتنين يعني ضد بعض الخبراء الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع وبالتالي احنا كان كل تركزنا ان احنا نتوافق في خلال فترة المراجعة ان شاء الله على ازاي نضمن ان الاقتصاد المصري يعود لمصار النمو المتسارع احنا السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين النمو كان اتنين واربعة من عشرة في المائة فقط ده في اطار سياسات التشديد والترشيد الكبيرة للدولة عملتها وتخفيض الاستثمار العامة بالتأكيد دولة زي مصر محتاجة انها تنمو واحنا خطتنا هذا العام ان احنا نتجاوز الاربعة في المية على الاقل الارقام التقديرات بتقول اربعة واثنين من عشرة السيدة مديرة صندوق اكدت هذا الرقم ان احنا شايفين ان مؤشراتكم حتتحركوا نحو هذا الامر وبالتالي احنا بنتكلم ان احنا محتاجين كمان نزود نسب النمو عشان تواجه احتياجات الدولة في بالذات مع موضوع الزيادة السكانية لكن الشيء الاخر المهم اللي اكدت عليه ان التقديرات بتاعت الصندوق والمراجعات المبدئية بتؤكد ان تضخم في سبيل الانخفاض وان تقديراتهم المبدئية ان على نهاية العام المالي الحالي اللي هو تلاتين ستة خمسة عشرين هيبقى التضخم في حدود الستاشر في المية سبعتاشر في المية من الوضع اللي احنا موجودين فيه ومن الوضع اللي كنا فيه اللي احنا اذكر حضراتكم كنا بنقترب من اربعين في المية فبالتالي احنا بنتكلم على هذا الرقم اللي هو بيتماشى بالزبط مع ارقام الحكومة واللي احنا قلنا ان احنا بنستهدف ان شاء الله مع نهاية خمسة وعشرين وبداية ستة وعشرين نبقى في حدود العشر في المية وبالتالي يعني احنا ارقامنا بتبقى واضحة وبنؤكد عليها فبالتالي ايضا هما اكدوا على هذا الموضوع ان احنا شايفين تقديراتنا للاقتصاد المصري ماشية في المصاري السليم بالكامل الحقيقة كان لديها ايضا على هامش الزيارة ويمكن بعد المؤتمر الصحفي انها كانت فرصة انها تقعد مع مجتمع رجال الاعمال وايضا مجموعة من شركات ريادة الاعمال وبعد كده ايضا مجموعة من المواطنين والمواطنات اللي استفادوا من مشروحها كريمة والحقيقة لما قابلتها ليلا قبل مغادرتها كان يعني الحقيقة اسند بصورة كبيرة جدا 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 على مشروحها كريمة وقالت ان الدولة المصرية اللي بتعملوا في هذا المشروع شيء رائد ومهم ويحتزى بيه من بقية الدول ولديكم الحقيقة تجربة ثرية جدا في ازاي انكم بتوصلوا لفئات يعني كانت بتعاني من العديد من المشاكل وبتقدروا انكم تحسنوا من مستوى المعيشة الخاص بيها ويعني شجعت ان هذا المشروع لابد ان الدولة تستمر في تنفيذه في خلال الفترة القادمة نفس الكلام نقلت لي ان لقاءها مع مجتمع الاعمال ومجتمع حتى الشباب اللي هما بيعملوا مشروعات الشركات الناشئة وريادة الاعمال اكدوا لها على المناخ الايجابي في ظل الاصلاحات الكبيرة اللي الحكومة المصرية نجحت انها تعملها واللي عازمة انها تعملها في خلال الفترة القادمة وطبعا بالتأكيد قالوا لها ما زال هناك بعض التحديات والمشاكل اللي انا انطهى ان احنا بالفعل عارفين هذا الموضوع وشغالين عليه بقوة في خلال الفترة القادمة وده انعكس من خلال مجموعة من الاستحاط الضريبية اللي احنا اعلننا عنها وزا ما حضركم عارفين خلصنا قوانينها وبالفعل يعني بترسل للبرلمان وايضا مجموعة اخرى من الاستحاط اللي احنا وعدت حضركم ان احنا هنعلن عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية وايضا بعض الاجراءات اللي من شأنها انها تيسر على القطاع الخاص والشباب ايضا وريادة الاعمال في خلال الفترة الجاية وده اللي انا بحابب ان انا اكد عليه ان الحقيقة السندوق تفهموا تماما الوضع اللي موجود وان شاء الله اللجنة في ختار المراجعة حيكون النهاردة بنناقش عدد من المستهدفات اللي كل همنا ان احنا ما نحملش اي اعباء اضافية في الفترة القادمة على المواطنين